اشتركوا في القناة اول ما بندخل التطبيق بيجينا هذه الواجهة حقة البرنامج بنضغط على كلاسيكي بتجينا الخيارات هذه هي اشكال الصور اللي انت بتدمجها بمعنى ثاني هذا المربع بداخله مربعات ومستطيلات كل خانة سودة هذه تعتبر يا صورة يا فيديو انت بتضيفها طيب انا بختار اللي هو اربع مربعات يعني اربع خانات نقدر نضيف فيها طبعا بتعطيله موافق صار عندنا اربع خانات في البرنامج طيب كل خانة يا بتحط فيها صورة يا بتحط فيها فيديو الان بنجرب مع بعض كل اللي عليك بتسويه بتضغط على اول خانة على علامة الزائد بيقولك تبغى تختار صورة او فيديو نختار مثلا صورة طيب انت هنا تحاول تضبط الصورة بالمقاس اللي تبغاه شوف تقدر تطلع كذا وتنزل على كيفك بعدها بروح للخانة الثانية ومثلا نختار فيديو نختار اول فيديو بعدها استخدام ونفس الطريقة لبقية الخانات لو انت بختار اكثر من كذا انا بختار كلها فيديوهات شانا بوريكم شيء طيب الان صار عندنا صورة وثلاث فيديوهات تقدر تحطها بالانستجرام لكن شوف مثلا المعاينة لو سوينا معاينة بنلاحظ انه كل الفيديوهات بتشتغل بنفس الوقت طيب انا ما ابغاه كده ابغاه كل فيديو يشتغل بالترتيب الحل جدا سهل وبسيط بنروح على تحرير وبنفتح هذا الخيار اللي هو تشغيل ملفات الفيديو بالتتابع فالان لو نسوي معاينة هنلاحظ انه واحد واحد من الفيديوهات بيشتغل معايا المعاينة يخلص الفيديو الاول يبدأ الفيديو الثاني وهكذا تبغى يشتغل كلهم مع بعض قفل الخيار طبعا البرنامج فيه ابداعات كثير يعني ممكن تسوي اشكال كثير فلاتر كل شيء احنا انت ابدع بكيفك سوي مشاركة الان بس مشاركة الان يعني تحفظ الفيديو ممكن تنشروا مباشرة على انستجرام على الفيسبوك تويتر او على الواتساب او تحفظوا في البوم الصور